السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحييطا بجباية موسابين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعين الكرام صباح اليوم صدر بلاغ عاجل ومهم من الدوان الملكي ربدا على تصريحات أو بيان دي الحزب العدالة والتنمية في المغرب لتجمفع الوزير الخارجي المغربي ناصر بوريطان بشكل مباشر وبسبب العلاقات التي كانت مع دولة إسرائيل فهذا التجاوز الخطير متابعين الكرام أدى في نهاية المطاف إلى أن حزب العدالة والتنمية يتلقى واحد ترفيقة من الدوان الملكي على أن الاختصاصات ديال الخارجية ديال الدبلوماسية ماشي من شأنهم ماشي شغلك المصالح ديال المملكة هي الأعلى وهي الأولى وهناك يقول بلاغ ديال الملكي إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك نصره الله بحكم الدستور ويدبره بناء على التوابط الوطنية والمصالح العليا للبلاد في مقدمتها قضية الوحدة السرعبية هذه الجملة تلخص كل شيء وتعطينا كل شيء الدبلوماسيا خدامة وفق التوابط الوطنية والمصالح العليا للبلاد في مقدمتها قضية الوحدة السرعبية وهي قضية السحراء المغربية أنت كمغربي كحزب سياسي لا ترشد شيء في الأجندة في الخدمة فإن حواجك سياسيدي سياسي للشرق الأوسط وقوم بإعجابك إذا أردت تدارع القضية الفلسطينية وتحرر ومعرف ما تلخز على بلدات كلها فإن حواجك سياسي فإن حواجك سياسي من المغرب وسياسي للشرق الأوسط سياسي لن يدوي معك أما طالما أنك حزب في المغرب رسمي يجبك تلتزم بالتوابط الوطنية لا تلتزم بالتوابط الوطنية كما قلت لكم خلال العقود والسنوات الماضية كنا دائما ما نتعامل مع هذه القضايا بتعاطف وكنا دائما ما نضحي كنا نضحي بالمصالح العليا للبلاد من أجل هؤلاء الناس تكلم على عدة دول ليس فقط فلسطين عدة دول ما حالما رضحينا ما حالما رغصنا الأرواح ما حالما رغصنا غير هذه الفقاقية الحاضرة ما حالما أعطيناهم فلوس والسلاح وموّلنا حركاتهم ضد فرنسا وضد المستعمر وما إلى ذلك في آخر المطافة ما رضو لنا؟ ما رضو لنا؟ يريد أن يقسمونا يريد أن يقسمونا إذا كان لديكم العقل إذا كان لديكم العقل يا حزب العادة لا والتنمية أول مجهود أو المجهود يريد أن يكون ضد حضارات الجزائيل لأنهم يريد أن يقسموا الأرض لا تريد أن تذهب إلى الشرق الأوسط ترى ما لديك هنا ترى المصالح هنا ترى البلاد التي تتعرض لي محاولة التقسيم ترى الضغور التي مزالت محتلة التي تتشعر لها ولكن لا ترى أحد في الشرق الأوسط كانت ندد وإن تقسيم بيان لماذا لا يقدر بريطة لماذا لا تدر بريطة لماذا لماذا لا تدر بريطة لماذا ولماذا ولماذا لديكم توصف مع الدوان الملكي المصالح العليا للبلاد ما حال تتجاوزنا على طريق حول نقف مع هذه الأدوية خصوصا في الشرق الأوسط ولكن ما كان الدولينا كان الدولينا بطعناتهم في الظهر يردنا الجميل بطعاناتهم في الدار فنحن وصلنا إلى المستوى المتابعين الكرام أن المصالح العليا للبلاد هي الأولى تكون مع إسرائيل، تكون مع الشيطان، تكون مع السوك المرخ، تكون مع الجن ومعرف ماذا مع شيء سوقي المصالح العليا للبلاد هي الأولى وفي مقدمتها قد يقلوا حدثتها اليوم سأخرجوا بلاغات وقلوا انتقدوا بصفاتكم تريدون المصلحة العليا للبلاد ولماذا بصفاتكم تريدون المصلحة الجماعة في الشرق الأوسط هذه هي الفكرة والبيانات التي يقول أريد المصالح العليا للبلاد انتقدوا لما لا تعطينا أو لما لا تريدون في الطريق المصالح العليا للبلاد أما لكي تنتقد على أساس جماعة مسلحة في الشرق الأوسط للإنتماء للإيران أو للإنتماء للدولة أخرى وتنفذ أجندة للدولة أخرى في المنطقة وتقول لي لماذا بوريطة مع إسرائيل؟ لماذا ديبلوماسية المغربية مع إسرائيل؟ لماذا لا يعمل لأنك هنا ضربت المصالح العليا للبلاد بخط أحمر ترى المصالح العليا دول أخرى ودول جماعة أخرى في منطقة أخرى نحن بعيدين كل البعد عنها إذا البلاغ ديول الماليكي كان واضحاً المتابعين الكرام الدبلوماسية المغربية لا تأخذ علي الإبتزاز والمصالح العليا للمملكة هي السعودية فشل قتل المصالح العليا تتقاطع مع إيران رغم أنهم أعداء رغم أنهم عقود يتقاتلون فيما بينهم لماذا تتقاطع المصالح العليا للبلاد مع هذين الذين تريدون أنهم سوف نرى أما حاليا المصالح العليا للبلاد تقول مع إسرائيل بطولة كراتهم ونحن نحن في طريق واضح وطريق لا توجد قوة قادرة على إزاحة أو تأثير على المغرب بأي شيء من الأشكال وشخصهم يفهمون جميع الأحزاب وجميع هذين الذين تشبعون رأنا العدل والترمية كنت منهم أنا كنت منهم في السابق كنت معهم كنت مع حركة التوحيد والإصلاح وما إلى ذلك ومن بين الملاحظات التي كانت لدي عليهم دائما يكون لديهم إحداث مؤتمرات ندوات كنت تضمون جموعة من الأمور ويختارون مثلا الشعار وإسم ذلك الحدث ويختارون شخصيات من الشرق الأوسط تخطر فلان فلان علامة فلان فلان لا أعرف كيف فلان فلان ومعمرهم سمعهم زيان معمرهم تتكلموا عن شيء حاجة تخص القضية الوطنية ولا شيء شخصية بارزة مغربية أو شخصية كافحة في الحرد الصحراء المغربية لا يمكن من بين الأمور التي خلتني أفتح عيني على هذا الناس لا يريد المصلحة العليا للبلاد أو لا يريد المصلحة العليا للدولة الأخرى في الشرق الأوسط أو في معرفتين في قارات مختلفة بعيدا عننا مئات الألف كيلومترات إذن البلاغ الدول الملكي واضح الذي يريد معنا الذي يريد أن يفهم هو الذي يعرف الدبلوماسية يزح وجهته ويذهب إلى الشرق الأوسط ثم يرى المصلحة العليا للبلاد ويجب أن يقلل لا يمكن أن تدخل فيه ولكن طالما أنت في المغرب وتمثل حزب مغربي التزم بالمصالح العليا للبلاد وهذه نقطة واضحة متابعينا الكرام كان هذا البيان الدول الملكي الذي صدر اليوم حزب العدلة والتنمية أمار المنتسبين لهم لا يعلقوا على بلغ الدول الملكي حتى يكون الجمع العام أو الأمان العامة لهم إلى ذلك متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته